حالات النهاردة مهمة من المهمات الاولانية وهي مهمة التريسيل او المقبرة السلاسية زي ما انتو شايفين فيه كنز جوه المقبرة ولكن المقبرة مقفولة بتلت حوائط سحرية المطلوب من ان احنا نخش نكسر الحوائط ونخش جوه ناخد الكنز وطبعا ما اداش نعدي الحوائط خلينا نشوف النهاردة هنعمل ايه في المهمة دي اهلا بكم فيديو جديد من قناتكم وحلقة جديدة ويمكن بقى انك تيب ما منزلش ولكن النهاردة رجعين لكم بمهمة مهمة تعتبر من المهمات الاولانية ولكن المهمة الصراحة كانت ممتعة كمان نعرضها في القناة عندنا طبعا احنا نحاول ننزل كتير والناس بتتكلم عندي كتير ولكن واحدة واحدة كده هتحاول نرجع ننزل فيديوهات عنها بتفكر احد كده بتفرج علينا اول مرة يدوس على زرار المتابعة او وكمان يدوس على زرار الجرس عشان يجي له تنبيه على الفيديوهات بتاعتنا ويلا نتكلم عن المهمة بتاعتنا النهاردة المهمة بتاعتنا النهاردة اسمها اه او المقبرة السلسية بمجرد ما بنروح جنب المقبرة المكان اللي هم حددهولي فبنلاقي فيه اه دكتور اه وليه قاعدة بتتكلم عن المغبرة وعن السيوف اللي جوه المغبرة نفسها. وبتقول ان اه اللي حطوا البريير او اللي حطوا الحواجز دي عشان يمنعوا الناس من الدخول كانوا عبارة عن اه تلاتة اه تلات قبائل من الهيلوكريس المطلوب ان هنا ان احنا هنروح نكسر اه زي ما انتم شايفين كده الميتي ترايب وسليبر ترايب والتالتة ترايب وكل واحدة تيها بتشرح لنا اه عن القبيلة نفسها وازاي نقدر نتغلب عليهم. اه طبعا بنروح لتلات اماكن يمكن التلات اماكن اللي موجودين التلات اماكن موجودين على الخريطة حوالين المنطقة بتاعة طبعا الموجودة زي ما انتم شايفين كده هنروح لاول مكان يمكن اول مكان اه انا كنت فتحته قبل كده وشايل البريير فاحنا لما نروح مش هنلاقي يمكن هنلاقي القوات اه ولكن هنلاقي العلامة اللي في النص زي ما انتم شايفين كده هي شغالها. فبقى ربما بتشغلها. تمام? وناخد بالنا من القوة اه اللي نقدر نستخدمها عشان نشغل العمود نفسه. لان دي بتختلف زي ما انتم شايفين كده. اه في حد وقف يضرب اسهم من فوق فهنبتلي نطلع له. طبعا في قوات بتيجي تاني بعد ما قتلت القوات هنا وشغل. بيتري يجي القوات تاني في اه نفس المنطقة بعد فترة. اه يمكن مستواهم اه مش عالي هنا قوي. اه اه بنتخش نقتلهم حتى لو قتلناهم اه دلوقتي هم زي ما انتم شايفين كده ده المكان بتاعتلي سيل والمكان اللي انا وقف فيه ده دي الترايب الاولانية وكده اه احنا شغلنا المكان ده كده احنا تغلبنا على الترايب الاولانية طبعا ما قدرتش دورها لان انا قردي كنت عاملها قبل كده ويمكن ما كانتش متصورة. خلينا نروح للمكانية التانية المكانية التانية يمكن احنا اه ما لعبتهمش وبنلعبهم معاكم دلوقتي عشان نعديهم. ده المكان الاولاني. كان الاولاني يمكن بسرطة دي واضحة حتى على الخريطة في نفس المكان اللي اه موجود فيها الخريطة. وزي ما انتم شايفين كده الخريطة فوق على الشمال هي اصلا اه شكل الشكل ده. وده الترايب اللي موجود. المفتوم ان انا ان احنا نقتل العشر اه 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 اعداء اللي بيطلعوننا هنا في اه دقيقة ويمكن اقل من اربعين ثانية. فهي دي صعوبة المهمة ان احنا نختار الشخصيات اللي تقدر اه نفوز بسرعة على الشخصيات دي او على القوات دي. وهي دي الفكرة كلها في المهمة. يعني هي دي صعوبة المهمة دي لانه هو اولا الوقت الليل. اه زي ما انتم شايفين كده احنا خلصنا على ستة وده السابع اهو. نحاول نخلص عليه بسرعة. ويه اه بيظهر لنا بقى اخر اه تلات شخصيات وبفضل دقيقة اهو فهنحاول طبعا اه المشكلة مش في اه الشخصات الصغيرة لها المشكلة في الشخص الكبير اللي تبتش كبير اللي ماسك الدرع ده لانه لازم اخلص من الدرع الاول قبل ما ابتدي اه اخلص عليه كده احنا خلصنا على الاتنين الصغيرين اهو العدد كامل فوق تسعة ولسه قدامنا اه وقت كويس طبعا اه هنا. نويل ويه اه طبعا اه قوة بتاعت بتاعتها ويه اه يمكن بتأثر اجامد فيه اه الشخصيات نفسها وطبعا اه يعني اه لو كان في اي باور اكتر اه نقدر نستخدمه طبعا اه هنا نستخدمه على طول بحيس ان انا بمجرد ما استخدمته كده احنا خلصنا العشر شخصيات بيفتح لي اه تلات سنديق تمام ناخد بالنا من السنديق اللي موجودة ناخدهم كمان بالمرة اه بنفتح تلات سنديق وبعد ما بنخفى تلات سنديق ناخد بالنا ان في لسه عمود في النص اه هم مش فاكر هم اربعة سنديق بتاعت لي هم مش تلاتة اه هو ده ده التالت اه هو ده الرابع تمام ناخد بالنا من اه العلامة اللي في النص العلامة اللي في النص اه دي اه بتاعت الكايرو او التجميد ويمكن احنا هنا اه من الشخصات اللي عندنا او من الشخصات الرئيسية عامة اللي بتتفتح اه هو تمام فنبتدي ناخده عشان نبتدي نستخدم القوة بتاعته في ان احنا بمجرد ما هنفعل كده اه زي ما تشايفين البورتل التاني كده تفتح او العلامة التانية تشالت وكده بقى فضل لنا واحدة وده كده المكانة هو اللي موجود فيها يمكن احنا روحنا هنا وفضل بقى كده الطريب الزلتة طبعا في اي وقت احنا نسينا او مش عارفين انهي طريب اللي احنا رايحين لها او مكانها فين ممكن نرجع لي دكتور ليفينج ستون وتكلمنا عن مكانهم بالزبط فين عشان نقدر اه نروح تاني اه ليهم اه احنا الاولاية كانت هنا التانية زي ما شفنا كانت هنا فنقدر نروح للتالتة والتالتة هي فوق يمكن على الطريق كده خلينا اه نبتدي نتحرك اه نروح على الطريق الطريق يمكن اللي احنا اه اه ماشيين فيه فناخد بالنا اه دي كده المكان. اه التالت ناخد بالنا هي دي المكان اللي اه فيه يعني روحنا الاولايا عند الطريق عفوا. والتانية كانت في المكان اللي كانت فوق. وكده اه طبعا الشخصيات الاحنا قبلها مش هيا دي القبيلة نفسها. يعني ناخد بالنا ان هنتمش دي القبيلة نفسها اللي موجودة. ااا اا طبعا الناس كلها قضي بالها دولايات ان انا لسه عند فيديو تاني ازاي تعلى فوق خمسة وعشرين وده كده المكان اهو ايه ده ايه هنا بقى القبيلة نفسها وبنجرب ما بخش هنا بنلاقيت شكل اهو اللي آآ موجود في النص وآآ آآ محطوط عليها كده العلامة بتاعت الالكترو بقى هنشوف آآ يمكن من الشخصات اللي معنا دلوقتي ما فاش ولكن اللي زي كده كده من الشخصات الاسية وناخد بالنا ان هنا في كتير واقفين فوق الابراج تمام فده برضو آآ من الحاجات اللي آآ لازم ناخد بالنا منها طبعا هنا بنحاول آآ نجيب آآ عشان آآ هي الاسهل في ان انا اضرب آآ بها من بعيد نقدر نضرب بيها الشخصات النفسها اللي موجودة ولكن حتى في وجود آآ نويل او آآ الدفاع بتاعها هو برضو الناس اللي آآ فوق عاملين مشاكل لان زي ما شافين ابراج كتير تمام هنا يمكن المهمة اسهل في ان آآ مالهاش طايم مالهاش وقت معين آآ اخلصوا فيها آآ احنا آآ نخلص وقت ما هنخلص نخلص على الشخصيات كلها عشان آآ نقدر نشغل بعد كده العمود اللي في النص بالالكترو آآ طبعا آآ يعني ممكن نطلع فوق الابراج ونبتدي نتخلص منهم ونسيب الوحش او الزعين بتاعهم اللي تحت ده للاخر لان كمان هما بيستخدموا الالكترو زي ما انتم شايفين ممكن ده عشان كده هما آآ في المنطقة دي آآ بتاعة الالكترو تمام كده احنا آآ خلصنا آآ لا لسه مخلصنا هو شاو اه كده خلصنا تمام آآ طبعا بنعرف من الابتيند الالكترو اللي موجودة على اليمين اه على الشمال عفوا نطلع للتاني برضو نخلص منه وبعد كده آآ دتدي آآ نشوف بقه اللي عمال يضربني بالحاجات اللي عالقرض اهو ولكن آآ نحاول نكلص من آآ الشخصيات برضو الى على البورج فاضل لسه واحد اهو على البورج وفي بورج تاني ها هو برضو على اليمين آآ يمكن آآ ده بيدرب فاير يقول لهم يمكن بيدرب اليكترو آآ ولكن ده بيدرب فاير اهو تمام بيدرب فخلينا آآ نخلص منه برضو. اه يمكن هما هنا اه مش مش اقوية قوي بنقدر نتخلص منهم بسهولة. ولكن في الاخر هنوصل لان احنا اه نوقف الوحش او اللزعين بتاعهم موقف تحت الوحد وفنقدر اه نستخدمه اه او نقدر نستخدم القوة بتاعتنا في ان احنا اه نخلص منه ده يمكن كمان مش اه ده يمكن اه كايرا هو ده زي التلج او التجميد تمام فهم كانوا مجموعة منهم قادي هنا نستخدم بقى القوة بتاعت امبر يمكن امبر من الشخصات اللعيفة جدا اللي محدش بحب استخدمها. اه اه طبعا يعني دي برضو نقطة تانية الناس كتير بتقعد يعني حتى بتاع اه على الفيسبوك بتاع الصفحة بتاع جينشا امباكت بالعربي. اه كل واحد بيبقى ليه رائي غريب جدا لا ده شخصية ضعيفة لا دي شخصية قوية. يعني انا شفت اه ناس كتير بتكره نويل دي وبتقول ان هي من اضعف الشخصات اللي موجودة. وناس تانية تقول لا ده من الشخصات القوية جدا. هي الفكرة كلها انت عليته ولا ما عليتوش. انت بتعلي الشخصات ولا لا. وفي الاول وفي الاخر انت عندك تيم ما ينفعش تلعب من غير تيم. انت بتلعب بشخصيات. انت ما بتلعبش بشخصية واحدة. طبعا هنا الالكترو فهنحتاج ان احنا نخش نجيب آآ ليزا من آآ اللي استا عندنا او من القايمة بتاعة تمام? هي دي الفكرة ان انا ما عنديش آآ واحد بس بلعب به فيبقى هو ده الاقوى وهو ده الاحسن وهو ده آآ في شخصيات اقوى في شخصيات الدمج بتاعتها اقوى وطبعا ممكن نبقى نعمل حلقة نتكلم فيها عن الفرق ما بيدلت لشخصيات وانواعهم اي دي بي اس ولا مش دي بي اس ولا مين آآ بمجربة بنعمل كده بيعلي او بتعالج كده المكان التالت وكده بقى مطلوب مني ان انا روح اشوف الكنز نفسه آآ واحنا راحين كده برضو نكمل كلام اللي انا كنت بقوله لكم ان احنا في الاول وفي الاخر احنا بنلعب كتيم احنا ما بنلعبش آآ بشخصية واحدة احنا عندنا قوات كتير والقوات الكتير دي آآ احنا مطلوب مننا ان احنا نجمع التيم يبقى قوي آآ في ناس اخوة من ناس ده شيء طبيعي ولكن بفرض انا معايا شخصية كويسة او شخصية معقولة آآ الناس كلها بتقول عليها معقولة بس مش قوية قوي وانا مقويها قوي مديها سلاح قوي مديها بعلي مستويها فيبقى كده انا وصولت لي آآ ان الشخصية بقى قوية وهو ده الهدف ان انا يبقى معايا تيم قوي انا مش مهم ان انا يبقى معايا من كل عنصر انا يهمني من كل عنصر واحد او اتنين يبقوا كويسين حتى اعرف ارفع مستويهم لان انا مش هقدر ارفع كل الابطال اللي عندي كده احنا اه دي اهو وده كده المهمة بتاعت بتاعت الحلقة بتاعت النهاردة آآ يعني يعتبر كانت حلقة خفيفة كده لمهمة آآ يمكن من المهمات اللي انا لكنت بستمتع بيها وانا بلعبها لان لكم تبا دور على القبائل نفسها وانا احنا نقتلهم ازاي ان شاء الله انا نزل لكم حلقات تانية يمكن الناس كتير بتطلب حلقات عن هنوريكم ان شاء الله كمان ازاي نقدر آآ نعلم في عن القصة انتو شايفين احنا قفين عند خمسة وعشرين فهنوريكم ازاي تعلو عن آآ خمسة وعشرين بنفكر اي حد كده بيتفرج علينا اول مرة يدوس على زرار المتابعة وكمان يفعل زرار الجرز واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكم ايجيبشن جيمارس وولد